هنتعلم دلوقتي ان شاء الله اول خطوة من خطوات انشاء موقع للصدافة طبعا علشان تقدم خدمة اصدافة المواقع لازم يكون عندك موقع بيقدم الخدمة دي طيب هنتعلم دلوقتي ازاي اعمل الموقع ده طبعا هتدخل على الكنترول بانت بتاعك زي ما انت شايف وهنضغط على create new account طبعا انا عندي هنا بالفعل ثلاث مواقع وبالمناسبة انت ممكن تنشئ لحد خمس مواقع للاصدافة بخمس اسماء مختلفين وكلهم بيصبوا على نفس الحساب ودي ميزة كبيرة جدا ان يكون عندك اكتر من موقع باكتر من اسم واكتر من ديزاين وفي نفس الوقت كلهم بيصبوا لك في خزنة واحدة بتجني ربحهم كلهم مع بعض طيب انا دلوقتي مثلا على سبيل المثال انا عندي ثلاث مواقع موقع اسمه مصري هوست موقع اسمه كندا هوست دوت يوكي وموقع اسمه كندا هوست دوت كندا بس الرئيسي بتاعي مصري هوست هنتخل دلوقتي ان انا كمان هنشئ واحد جديد طبعا انا ليه لحد خمس مواقع انت لما تفتح الكنترول بانت بتاعك طبعا هتلاقي الكلام ده فاضي هتضغط على create new store علشان تنشئ موقع جديد اول حاجة بيطلبها منك الستور نيم اسم موقع الاصطدافة بتاعك ايه هسمي مثلا موقع الاصطدافة بتاعي محمد هوست طبعا ازاي ما انت شايف بيقول لك استور نيم already exist يعني اسم محمد هوست في حد قبل كده واخده فطبعا ما ينفعش يكون نفس الاستور متكرر اكتر من مرة فاحنا اتخال مثلا محمد واحد اتنين تلاتة مثلا طبعا انت هتكتب الحاجة المناسبة لك طبعا ايه بلو ما فيش مشكلة ده non public يعني ده مش يزهر للناس ده اسم استور جوه جوه الويب سايت عندك عشان تقدر تتعرف على الاستور بتاعك تمام الاستور براند ده الاسم اللي هيزهر بقى للناس زي مصري هوست لما تطول على مصري هوست جوه طيب هكتبه نفس الاسم طبعا ولكن بتنسيق افضل ومسافة وده ما فيش مشكلة من جهة التكرار نبقى كده الاستور نيم ده حاجة مزهرة للناس بتكتبه كلها حروف سمول ما ينفعش كابتل ما ينفعش سي فيه مسافات تمام وما يكونش مكرر بتكتب هنا طبعا اسم الاستور بتاعك زي ما الناس هتشوفه ده ما فيش مشكلة انك تكتب فيه حروف كابتل وسمول بعد كده هتختار العملة الخاصة بالويب سايت ده يعني الويب سايت بتاعك هيبيع للناس وهيقرض الاسعار بأي عملة بالزبط عندنا خمس عملات الدولار والجنيل السرليني واليورو والدولار الكندي والدولار الاسترالي طبعا ده انت بتختار العملة بناء على الكاستمرز بتاعك يكون في ان يعني انت عايش مثلا في بريطانيا والعملة بتقعك هيبقوا من بريطانيا فطبعا اكيد هتختار الجنيل السرليني هكذا لو انت في كندا او في استراليا هتختار العملة اللي تتناسب مع نوع العملاء بتوعك طبعا الدولار اشمل شوية بعد كده هتضغط على continue store setup عشان يدخلك على المرحلة التانية في المرحلة التانية هتختار هتختار الديزاين بتاع الاسطور بتاعك يبقى شكله عامل ازاي طبعا هنا جايب لنا اتنين ديزاين ولكن انا اقدر اختار اكتر من ديزاين في هنا كزا ديزاين اقدر اختار منه يعني مثلا ديزاين ده انا مختاره المصري هوست نفترض ان انا هختار الديزاين ده هياجرني اكتر طبعا ده صورة صغيرة لو انا عايز اكبرها بضغط على علامة العدسة فبيبتدي الديزاين يكبر ليه زي ما انت شايف كده بتده تشوفه بشكل اوضح شوية اقفل وكده انا اخترت مثلا الديزاين اللي في النص ده انزل تحت هنا هختار الداتا سنتر بتاعي فين الداتا سنتر عندنا في الشركة الرسيلرز بانيل عندها تلاتة داتا سنتر الداتا سنتر ده المكان اللي بيبقى فيه سيرفرات اللي انت للناس بتاع جز هوستنج عليها عندك سيرفرات في امريكا يو سي اي ويوكي في كندا واي ايو في استراليا طيب انت هتختار بناء على ايه هتختار الكلام ده بناء على العملة بتاعك اغلبهم هيكون من اين يفضل ان هتختار داتا سنتر يكون قريب من العملة بتاعك علشان المواقع بتاعتهم تفتح اسرع لان السيرفرات هتكون اقرب ليهم فلو انت شغلك في اوروبة مثلا اختار يوكي يوكي هتبقى بالنسبة لهم بريطانيا هتبقى قريبة شوية فالداتا سنتر هتبقى قريبة من اصحاب المواقع تمام اه الديفولت طبعا يو اس ايه بعد كده هتختار الديفولت ستور دومين الدومين بتاع الموقع بتاعك هيبقى ايه هنفترض مسلا دابليو 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 من غير دابليو دابليو هيكون مسلا محمد host.com مثلا طبعا من الشرطة اكون انا قريدي حجزت دومين دا بس على اقل اكون متأكد ان انا اقدر احجزه يكون متاح يا اما انا حجزته وهنتعلم بعد كده ازاي بقى اشبك الدومين مع الاكاونت دا او لسه يحجزه بس انا عرف ان هو متاح تمام يبقى انا كده هكتب هنا الدومين نيم اللي هيبقى خاص بالسطور دا تماما وبعد كده هضغط على create store كده اداني كل البيانات وقال لي ان الستور بتاعك اريدي اتعمل الستور نيم محمد هوست 1 2 3 الستور براند محمد هوست الداتا سنتر بتاعي اه في امريكا العملة بتاع الستور بتاعي الدولار الامريكي والدومين بتاعي محمد هوست دوت كوم واضغط على close كده انا بقى عندي استور اسمه محمد هوست وهينزل لي هنا في الليستة دي نزل لي الجديد محمد هوست 1 2 3